أعود بكم إلى الرواية التي قرأتها عليكم في بداية الحلقة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكما قلت لكم من أن الترديد من قبل أراوي كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني المراد من صاحب السفياني هو أحد قادته والذي يبعث به على جيش إلى العراق إذا أردنا أن ننظر إلى مجموع الروايات والأحاديث التي تناولت شخصية السفياني الذي يظهر واضحاً وأنا أتحدث عن ما جاء عن آل محمد صلوات الله عليهم لا شأن لي بأحاديث المخالفين أنا لا أريد أن أقول من أن أحاديث المخالفين في موضوع السفياني ليست صحيحة بالمطلق هناك من المضامين ما يلتقي مع أحاديثنا التي هي في كتبنا القديمة الأصلية ولكن لا شأن لي بأحاديث المخالفين ما جاءنا في أحاديث العترة الطاهرة في كتبنا القديمة الأصلية الذي يظهر واضحاً من أن السفيانية لا يأتي إلى العراق وإنما يبعث بمن يمثله وهو الذي تعبر الرواية عنه هنا بصاحب السفياني فأنا أرجح وفقاً لهذه النتيجة التي أشرت إليها وأنا لا أقول من أنها نتيجة قطعية بالمطلق لكن هناك شيء واضح في مجمل الأحاديث من أن السفيانية يرسل أشخاص يمثلونه إلى العراق في قيادة جيشه أو في غير ذلك فهو لا يأتي بنفسه إلى العراق وحينما يصل إمام زماننا إلى العراق فإنه يقود جيشاً باتجاه سوريا هناك يلتقي العراقيون الذين هم مع إمام زماننا يلتقون بشخصية السفياني في الشام وفي منطقة عذراء مرج عذراء إنها البقعة التي فيها قبر حجر وأصحاب حجر في تلك المنطقة يلتقي إمام زماننا بالسفياني بالقرب من مدينة دمشق على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل التي ترتبط بشخصية السفياني لكن الواضحة كما قلت لكم من أن السفيانية لن يأتي إلى العراق بنفسه وإنما يرسل جيشا يرسل قوات من قبله يرسل أشخاصا يمثلونه فالأرجح من أن الأصل في الرواية كأني بصاحب السفياني والترديد كما قلت لكم هو من قبل راوي الحديث إنه عمر ابن أبان الكلبي الذي روى الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني بصاحب السفياني وبحسب النص في كتاب الطوسي الغيبة كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني يبدو من كل النصوص من أن الأرجح كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة الرحل العدة التي يحتاجها الإنسان في سفره ولذا يقال لوسيلة النقل وهي الناقة يقال لها الراحلة وما يكون مصاحبا للإنسان في سفره من حاجاته من أغراضه من كل ما يستعمله من آلات من وسائل من احتياجات تنتقل معه أثناء سفره يمكن أن يعبر عنها برحله برحل الإنسان برحل المسافر كأني بصاحب السفياني بتلك الشخصية السياسية والعسكرية والقيادية التي جاءت من سوريا تمثل السفياني كأني به قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة طرحه إنما يطرح الإنسان شيئا إذا كان مطمئنا إذا لم يكن خائفا طرحه أنزله بهدوء وبارتياح فصاحب السفياني يطرح رحله لقد استقر به المقام ها هو يرتاح من سفره ها قد طرح رحله وطرح رحله أنه فتح صناديقه فتح أغراضه التي كانت مربوطة أو كانت محفوظة في حقائب في علب في حاويات في أي شيء ها هو يطرح رحله إنه آمن مطمئن يطلب الراحة ويطلب العمل وفقا لما عنده من وسائل في رحله قد طرحها في رحبة الكوفة الكوفة هي الكوفة ونجف قديما كان تابعا للكوفة والكوفة هي الرملة الحمراء الكوفة هي الكوفة لا أريد أن أدخل في تأريخها في تأريخها القديم قبل الإسلام أو في تأريخها الحديث بعد الإسلام لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن النجف في ذلك الوقت في وقت الحديث أنني أتحدث عن زمان إمامنا الصادق فالرواية مروية عنه في ذلك الوقت كان النجف ملحقا بالكوفة من ملاحق الكوفة تغير الزمان فصارت الكوفة من ملاحق النجف لكن بالنهاية الكوفة هي النجف والنجف هو الكوفة العنوان هو العنوان والمضامين هي المضامين رحبة رحبة الكوفة الرحبة المكان المتسع الكوفة مدينة رحبتها ساحتها المكان الواسع الذي يكون بين البيوت بين الأسواق في وسط المدينة وربما في أطرافها وفي الزمن القديم كانت هناك مساحة فارغة تسمى برحبة الكوفة فهل المراد في الرواية ذلك المكان إنه مكان واسع متسع يجتمع فيه الناس إذا ما كان هناك من ضرورة للاجتماع لأمر مهم يسمى برحبة الكوفة لكن الذي يبدو من السياق ومن الحديث أن المراد من الرحبة الساحة الواسعة فقد تكون في وسط المدينة وقد تكون في أطرافها كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة وصاحب السفياني قائد عسكري فرحله عنوان لمقر قيادة عسكرية ولموضع استقرار وعيش ومبيت مثل ما هي مقرات القوات الأمريكية في العراق حينما دخلوا إلى العراق ففيها جنبة عسكرية واضحة واضحة وفيها جنبة للعيش والاستقرار والراحة والمبيت والمنام فهذا هو رحل صاحب السفياني لقد طرحه في رحبة الكوفة إنه مطمئن لأهل الكوفة وإلا لعسكر خارج المدينة لأن الكوفة ستبايعه تستغربون من ذلك الكوفة في عصر الظهور سفيانية الهوى كل ذلك بسبب مراجع النجف بسبب حوزة النجف الكوفة سفيانية الهوى دائما أردد وأقول زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي يبدو أن الكوفة ستقول سفيانيون نحن والهوى والهوى سفياني ما أنا الذي أقول الروايات هي التي تحدثنا عن ذلك ويا أسفي على ذلك ما كل هذه القناة وكل هذه البرامج لأجل أن أنبهكم على هذه الحقيقة ولكن ماذا أصنع لكم هذا هو رجال الكشي رواية خطيرة جدا من أخطر الروايات رجال الكشي وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة الفين وأربعة ميلادي صفحة ثلاثمية وخمسة وثلاثين رقم الحديث ستمية واثنين وستين رواية مهمة أتمنى أن تلتفت إليها رواية حساسة جدا بسنده عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى على هذا الراوية العظيم عن ابن أبي عمير من أكثر رواة الحديث إخلاصا لآل محمد قال حدثنا حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديل وهؤلاء شخصيات شيعية مرموقة حماد وعبد الحميد شخصيات شيعية مرموقة على أي حال عن ابن أبي عمير قال حدثنا حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديل قال كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فأتاه كتاب جاءته رسالة من أين هذه الرسالة فأتاه كتاب عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم وكتاب الفيض ابن المختار وسليمان ابن خالد هذه الأسماء من الأسماء الشيعية المعروفة آنذاك هؤلاء شخصيات معروفة في الجو الشيعي وهم عراقيون وكوفيون أيضا كل هذه الأسماء التي ذكرتها من الأسماء المعروفة في وقتها ابن أبي عمير يحدثنا عن حماد ابن عيسى عن عبد الحميد ابن أبي الديلة شخصيات معروفة ابن أبي الديلة يقول كنت عند أبي عبد الله عند صادق صلوات الله عليه أين في المدينة فأتاه كتاب عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم رسالة من الكوفة من شخصية شيعية ورسالة أخرى وكتاب الفيض بن المختار وسليمان ابن خالد يخبرونه ماذا يخبرون الإمام الصادق في رسائلهم يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها تعبير كنائي هذا التعبير شغر برجله أو شغرت برجلها مثل ما جاء التعبير هنا العرب يقولون لقد شغر الكلب برجله متى حين يرفع رجله كي يبول فتكون عورته واضحة عورة الكلب فيقال كلب شاغر برجله ويقال عن المرأة أيضا في حال المقاربة الجنسية من أنها شغرت برجلها إذا رفعت رجلها هذا المعنى يستعار للمدن التي ليس فيها من قوة ليس فيها من سلطان ليس فيها من قوة عسكرية فهؤلاء من الشخصيات الشيعية يخبرون الإمامة الصادقة عن الكوفة أن الكوفة شاغرة برجلها يعني أنه بالإمكان أن يدخل إليها وأن يسيطر عليها استعار هذا المعنى من حالة المرأة في فراش زوجها في الفراش وهي رافعة لرجلها شاغرة برجلها فهم يخبرون الإمام أن الكوفة شاغرة برجلها وإنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها هكذا يقولون للإمام هؤلاء منهم عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم الفيض ابن المختار سليمان ابن خالد شخصيات شيعية مرموقة في أصحاب الإمام الصادق عراقيون كوفيون من الكوفة يرسلون إلى الإمام الصادق هذه الرسالة ربما كان هذا في آخر زمان الأمويين وربما كان في أول زمان العباسيين لأن العباسيين لما أسقط الأمويين اتخذوا من الكوفة في بادئ الأمر عاصمة لهم ولكنهم ما وجدوا لهم شيعة فإن أكثر الناس كانوا يميلون إلى آل علي وليس إلى آل العباس ولذا فإنهم خرجوا من الكوفة وأسسوا لهم مدينة خاصة بهم عرفت بالهاشمية بالمدينة الهاشمية نسبة إلى بني هاشم فصارت عاصمة لهم وهي قريبة من الحلة وربما تعرف في أيامنا بالهاشميات وحتى في الأزمنة السابقة فتعرف بالهاشمية وبالهاشميات لكن الدوانيق بعد ذلك لم يكن مطمئنا في أن يبقى في هذه المنطقة ولذا فقد بنى مدينة بغداد وانتقل إليها ففي الفترة التي خرج فيها العباسيون من الكوفة إلى الهاشمية كانت الكوفة خالية من أي جيش فإن العباسيين كانوا في حالة ضعف في بادي أمرهم وكانت القوات الخراسانية تطارد الأمويين في الشام وغير الشام حكاية التأريخ ولا أريد أن أتشعب فيها فمتى كانت الكوفة شاغرة برجلها زمن صادق في هاتين المرحلتين في آخر زمان بن أمية ولذا فإن الحركة العباسية استطاعت أن تتغلب عليهم في الكوفة أو حينما انتقل العباسيون من الكوفة إلى الهاشمية وكان وضع العباسيين ضعيفا الدولة العباسية اشتد عودها في زمن الدوانيق في زمن المنصور وتحديدا بعد أن أسس مدينة بغداد واستقر فيها فإن الدولة العباسية قد اشتد عودها آنذاك فهؤلاء يكتبون للصادق صلوات الله وسلامه عليه يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها بإمكاننا أن نأخذها وإنه الإمام صلوات الله عليه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها انتبهوا للرواية بدقة أنا أطلت كثيرا في شرح الرواية كي أشعركم بأهميتها فلما قرأ كتابه رمى به رمى به على الأرض كي يشعر الآخرين من أنه ليس راضيا أن هذا المضمون فلما قرأ كتابهم رمى به نحن لا نتحدث هنا عن كتاب جاء من أبي مسلم الخراساني فلقد جاء كتاب من أبي مسلم الخراساني للصادق صلوات الله عليه وجاء كتاب من أبي سلمة الخلال الذي كان يسميه العباسيون بوزير آل محمد بوزيرهم جاءت كتب من أبي مسلم الخراساني ومن أبي سلمة الخلال وموقف الإمام كان واضحا لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي وأنا لا أريد أن أتحدث في هذه الجهة لكنني أقول هذه الكتب جاءت من شيعته هؤلاء من الأشخاص الذين يملكون علاقة خاصة بالإمام الصادق لو كان هناك من متسع للوقت لقرأت لكم الروايات من هذا الكتاب وغيره عن هذه الشخصيات ومن أن لهم من المنزلة عند صادق صلوات الله عليه فلما قرأ كتابهم رمى به يريد أن يقول من أن هذا الرأي ما هو برأي سديد ثم قال الكلمة الخطيرة هنا ثم قال ما أنا لهؤلاء بإمام إنه يتحدث عن أهل الكوفة وليس عن هؤلاء الذين كتبوا إليه فهؤلاء من الذين يعتقدون بإمامته قال ما أنا لهؤلاء بإمام أما إذا كان يقصد صلوات الله عليه أنه ليس بإمام لهؤلاء الذين كتبوا فالأمر سيكون أوضح بالنسبة لسائر أهل الكوفة لكننا إذا أكملنا الرواية سيكون واضحا من أن الإمام الصادق يتحدث عن أهل الكوفة بشكل عام فلما قرأ كتابهم رمى به ثم قال ما أنا لهؤلاء بإمام أنا أنا لست إماما لهؤلاء والإمام بأسلوب المعارض لا يتحدث عن زمانه إنه أطلق إطلاقة تستقر في زمن السفياني الإطلاقة التي أطلقها ذلك المعراض الذي أطلقه إنه سيستقر في قلب المرحلة الزمانية التي يظهر فيها السفياني ويرسل جيشه إلى الكوفة الإمام لا يتحدث عن زمانه فزمانه ما هو بزمان السفياني فماذا يقول ما أنا لهؤلاء بإمام أما علموا أن صاحبهم السفياني صاحب الكوفيين ما أنا قلت لكم قبل قليل الكوفة سفيانية في زمن الظهور والسبب حوزتها العباسية السبب هو هذا ما أنا لها أولاء بإمام أما علموا أن صاحبهم السفياني حديث أهل البيت لوحة متكاملة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على قذارات المنهج الطوسي النجفي كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة هو صاحبهم صاحبهم الإمام يقول الإمام هنا لا يتحدث عن زمانه إنه يتحدث عن زمان السفياني الذي سيكون في زمن قريب جدا من زمن ظهور إمامنا صلوات الله عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر